الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل تجزي هذه الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن أبدأ بقولي اللهم صلي على محمد وعلى آله وسلم عدة مرات ثم أستمر بصلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله بهدف الكثار من العدد الحمد لله رب العالمين بأي صيغة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة فإنها تجزئ عنك ويترتب عليها أثرها فلو قلت اللهم صلي على محمد وعلى آله أجزأ عنك ذلك وإذا قلت صلى الله عليه وسلم أجزأ عنك ذلك فالأدلة التي وردت بفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بها والترغيب والحث عليها وردت مطلقة عن الألفاظ فبأي صيغة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة أجزأ عنك ذلك ولكن أفضل الصياق على الإطلاق يما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأهدها قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليكم فسكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليكم أهل البيت فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فمثل هذه الصياغ التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هي أفضل الصياغ على الإطلاق لكن ليس هذا معناه أننا نقتصر عليها وتكون الصياغ الأخرى خالية عن الثواب والأجر وإنما يحكم على الصياغ الأخرى بحكم الجواز وعلى الصياغ المبينة بصفتها بحكم الأفضل فكيفما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجزأ عنك ذلك وترتب لك الأجر لكن أعظم الأجر وأعظم الثواب أن تلتزم هذه الصياغ التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولكن العلماء أشترطوا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون مخالفة لشيء مما ورد به الشرع من إدخال بعض عبارات الغلو والإطراء في حق محمد صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الفاتح عند الصوفية التيجانية أو في غيرها من الصلوات المعروفة عند أهل البدع فإن كل طريقة من طرق الصوفية لها صلاتها التي تخصها وهي تتضمن في ثناياها عبارات التعظيم والغلو والمدح والإطراء الزائد في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن بغي تجنب ذلك فإذا صارت الصياغ ثلاثا صياغة ممنوعة محرمة وهي الصياغ التي عند الصوفية التي تتضمن الإطراء والمديح والثناء الزائد وقد نغان النبي سلم عن ذلك في قوله لا تطروني كما أطرت النصار بن مريم الحديث الصيفة الثانية الصيفة الجواز صيغة جائزة وهي الصيغة التي تكون خفيفة على لسان الإنسان كقول العبد اللهم صل على محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد ونحوها الصيفة الثالثة الصيغة الأفضل وهي الأعلى والأكمل ثوابا وأجرا والأدخل في تحقيق مبدأ المتابعة وهي تلك الصيغة التي تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانها بعينها والله أعلم